نعم حسب الإعلان الرسمي من الدوان الملكي الهاشمي في العاصمة الأردنية عمان تم الإعلان قبل قليل عن أن العاهل الأردني الملك عبد الله على مشارف الوصول إلى العاصمة المصرية القاهرة لعقد لقاء ثلاثية يجمع الملك عبد الله بأخيه عبد الفتاح السيسيا الرئيس المصري بالإضافة إلى أخيها أيضا ولي عهد أبوظبي وهو الشيخ محمد بن زايد في ضمن الإطار اللقاءات المستمر والتشاور والتعاون الذي منذ فترة طويلة والعلاقات الأردنية المصرية الإماراتية والهم العربي الذي يجتمع في هذه اللقاءات للمشاورة وللحديث الملك يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله في هذا اللقاء وربما أيضا الحديث في هذه القمة وهذا اللقاء الذي الأخوي يجمع الملك عبد الله والشيخ محمد بن زايد وأيضا بالإضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا اللقاء ربما القضية الفلسطينية ومشاورات على ما يحدث على أرض الواقع من تصعيد مستمر وشديد اللهجة من القوات الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مدينة القدس وداخل المقدسات الإسلامية وحيث كان هناك قبل أيام قبل يومين اجتماع لوزراء العرب في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة أحداث القائمة في المسجد الأقصى ولكن إسرائيل والجيش الإسرائيلي والمستوطنين إلى الآن يقومون بالتصعيد في عملية الاعتداءات على المسجد الأقصى ربما هذه القضية وهذا الملف الشائك ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين وخاصة في هذه الأيام تحتاج إلى مشاورات وإلى تشاور لاتخاذ خطوات قادمة على صعيد عربي وإقليمي ودولي عالمي لهذه القضية وجود الإمارات اليوم أيضا بالإضافة إلى أن الضغط الإماراتي وأن ورقة الإمارات كما أسلفنا وتحدثنا سابقا من خلال تواجد الإمارات في مجلس الأمن هي ورقة قوية جدا وورقة رابحة للأردن ولمصر والعرب لابتعاد ووقف التصعيد والاعتداءات في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدوان الملكي ربما لم يعلن عن برنامج ولم يعلن عن تفاصيل هذه الزيارة إلا أن الملك قد يصل بعد قليل إلى العاصمة المصرية القاهرة برفقة ولي العهد الأمير الحسين بالإضافة إلى هناك ملفات كثيرة ما بين الأردن وما بين مصر والإمارات والأردن ومصر تحديدا ربما من ناحية السياحة من التبادل الخدمات السلعية وهناك استيراد كبير جدا وخاصة مع دخول الأزمة الأوكرانية الروسية على الخط في الآوين في المجمى ليوسف الأخيرة هناك ملف أبطاق أيضا على ما يبدو أنها تأتي استكمالا لمحادثات مشابهة عقدت في البحر الميت قبل مدة ليست بالبعيدة صحيح؟ نعم هي نعم هي من المباحثات التي عقدت هذه القمة التي عقدت قبل تقريبا شهرين في مدينة العقبة إن صحة المعلومة ونؤكدها أيضا هذه سلسلة من الاجتماعات تعقد بشكل دوري ولكن ربما هذه الفترة أكثر حساسية بسبب ما كان يتخوف منه مصر والأردن وخاصة بحالة التصعيد المستمرة في الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى ملف السياحة ملف العديد من التعاون المشترك ما بين الدول الثلاثة وبالإضافة إلى الهم العربي كما تحدثنا الحاضر دائما في لقاءات الرؤساء العرب وهي القضية الفلسطينية القضية المركزية والأولى في العالم ننتقل إلى القاهرة مع أحمد مصطفى ماذا يقول الجانب المصري أحمد عن هذه القمة الثلاثية وماذا سوف يكون على أجندتها على اعتبار أن الدوان الملك الأردني لم يعطي الكثير من التفاصيل مثل ما أفاد يوسف نعم رغب عدم توفر تفاصيل كثيرة حول هذا اللقاء إلا أن كل التكهنات تشير إلى أن هذه اللقاءات تأتي استكمالا للقاءات السابقة التي عقدت ما بين القادة الثلاث ما بين مصر والإمارات والأردن من أجل محاولة وضع حدود للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي الفلسطينية وأيضا العمل على إيجاد مخرج للقضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية وهو في نهاية المطاف إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وفقا للمرجعيات الأممية في هذا الصدد والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكل ذلك لن يتأتى إلا عبر الحوار المباشر ما بين الطرف الفلسطيني وما بين الطرف الإسرائيلي وهو ما تسعى إليه الأطراف الثلاثة مصر والأردن والإمارات منذ فترة طويلة لكن يرى مراكبون أن هذه الجهود قد تعطل بسبب ما يتم من انتهاكات متكررة من قبل الجانب الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وعلى القدس كما شاهدنا خلال الأيام القليلة الماضية ويعني أيضا سيكون هناك مزيد من النقاشات حول ما يتعلق بالأزمات المختلفة في الدول العربية سواء ما يتعلق منها بالأزمة الليبية أو بغيرها من الأزمات المتلاحقة وكذلك أيضا سيكون هناك مزيد من التنصيق والتشور حول مجمل القضايا في المنطقة العربية وأيضا ما يتعلق بزيادة الاستثمارات ما بين الدول الثلاثة معلوم أن حجم الاستثمارات ما بين مصر والأردن يصل إلى ما يقارب مليار دولار وحجم التبادل التجاري ما بين مصر والأمارات يصل إلى ما يقارب ثلاث مليارات دولار وبالتالي تأمل الدول الثلاثة في زيادة حجم الاستثمارات ما بينها في المرحلة المقبلة لا سيما ما يتعلق منها بقطاعات الطاقة والقطاعات الغزائية أيضا خلال الفترة الماضية كان هناك مزيدا من التأكيد على أمن دول الخليج وما ربما سيتم التأكيد عليه اليوم أيضا خلال اللقاء ما بين القادة الثلاث وفي إشارة إلى الانتهاكات المتكررة من قبل الجماعات الحوثي أو غيرها من الجماعات التي صنفت على أنها إرهابية على الأراضي العربية المختلفة وإداناتها والتأكيد على أن هذه الانتهاكات مرفوضة كل ذلك ربما سيكون حاضرا خلال الاجتماعات التي ستدور ربما على مضاني اليوم وأيضا يرى البعض وفق بصادرنا يتحدثون عن أن القمة ستعقد غدا في القاهرة ترجمة نانسي قنقر